صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا عبدالسمر صباح الخير عليك يا بساند وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة يوم الاتنين الموافق 14 نوبمبر 2022 حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر في الحقيقة يعني ما زال الحديث عن الأزمات الاقتصادية اللي بيعاني منها كل دول العالم هنا بنتكلم على أزمات زي الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من نقص في المواد أو السلع الأساسية الاستراتيجية على العالم كله بنتكلم على ما حدث إثر جائحة كورونا بنتكلم على نقص في سلاسل الإمداد نقص في سلاسل التوريد أيضا وبالحفظ الحقيقة كل ده خلال أن الدول القوية أصبحت بتقاس بمدى توفيرها للسلع الأساسية والاستراتيجية لمواطنيها لأنه بيعتبر جزء من أجزاء الأمن القومي أو ركيزة أساسية لقياس أبعاد الأمن القومي داخل الدول عشان كده طول الوقت بيكون فيه اهتمام من الدولة بفكرة الأمن الغذائي فيه اهتمام بتأمين غذاء المصريين إن بارح كان في حياة الأمر اجتماع مهم جدا عملوا الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير التموين الدكتور علي المصلحي طيب الاجتماع ده تم فيه متابعة موقف الأرصدة والاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية في الأسواق وكمان الاطمئنان على توفرها للمواطنين في حقيقة الأمر أن خلال الاجتماع خرج التصريحات مطمئنة غاية فيه الأهمية حول الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية زي مثلا هنتكلم عن الأمح عندنا احتياطي بيكفي خمس شهور والسكر التمويني عندنا احتياطي بيكفي أربع أشهر وخمس أيام رغم أن موسم توريد أصب السكر والبنجر بنجر السكر هيبدأ من أول يناير اللي جاي كمان الزيت عندنا فيه احتياطي بيقدر بأربع شهور وتمان أيام والدواجن المجمدة عندنا أربع شهور وتمان أيام واللحوم الحية 12 شهر وست أيام تحديدا والمكرون عندنا خمس شهور وتمان أيام كل ده بيأكد حاجة واحدة فقط بيأكد أن احنا عندنا مغزون آمن كماما بيكفي ويكفي احتياجاتنا لفترات طويلة وده لو دل على شيء بس أنت بيدل على أن فيه ناس بتشتغل وبتواصل الليل بالنهار علشان خاطر تأمن احتياجات المواطنين تأمن احتياجات المصريين من السلع الأساسية والاستراتيجية علشان ما يكونش زينا زي دول عظمى انهارت أمام هذه الأزمة حقيقة أنت تكلمت على نقطة مهمة جدا يا أحمد وهي تدعيات الأزمة الأوكرانية الروسية أنه العالم كله عانى من يمكن نقص في السلع الاستراتيجية للغداء لدول كتيرة جدا يمكن كان هنا دور الدولة المصرية في أنها تزرع العديد من الأراضي لتوفير هذه السلع وبيننا نتكلم على توفير السلع مبارح كان فيه طبعا وزير التموين أكد على حاجة مهمة جدا بتهم كل بيت ويمكن ما فيش بيت مصري بيخلي منها وهي سلعة رز الأبيض الدكتور علي المصلحي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء قال أننا عندنا اكتفاء ذاتي من الرز الأبيض بالتالي ما فيش مشكلة في توفيره وهو موجود في الأسواق ومختلف أنواعه وبيتم كل يوم يمكن ضخ كميات كبيرة جدا من هذه الأنواع في جميع الأسواق والمنافذ التموينية بجميع المحافظات الجمهورية والهدف من كل ده هو أن أي مواطن يقدر في أي وقت أنه ينزل السوبر ماركت أو منافذ المجمعات الاستهلاكية ويقدر أنه يمكن يلاقي السلع اللي محتاجها وبالمناسبة دي يمكن وزارة التموين بتوفر كمان سيارات بتتجول في مختلف الميادين مش بس في قاهرة لا في جميع المحافظات السيارات دي يعني بتوفر الرز الأبيض بكميات كبيرة لطبعا المواطنين مش بس كده يا بسانت يمكن أنت أشارتي لنقطة مهمة جدا غاية في الأهمية فكرة سيارات التموين اللي بتوفر السلع الأساسية الاستراتيجية هنا بنتكلم على زيت بنتكلم على سكر بنتكلم على دقيق بنتكلم على الاحتياجات الأساسية لأي مواطن مصر يعني بتلزمه علشان خاطر المعيشة لكن عجبني قوي أن في حالة من حالات التضافر والتناغم اللي بقت موجودة ما بين كل مؤسسات الدولة وكل الوزارات والجهات المعنية هنلاقي إن وزارة الداخلية على سبيل المثال عاملة منافذ أمان عاملة حملة كلنا واحد اللي بتبيع السلع بتغفضات يمكن أقل من مثلاتها في الأسواق بنتكلم من 20% لـ 30% وموجودة في كل الهايبر ماركت الكبيرة وكمان المحلات الأقل شوية من الهايبر ماركت في القرى والنجوع ومحافظات المختلفة ده حيط هنلاقي القوات المسلحة كمان زي معاهدنا دايما إن هي بتكون وقفة ورا الشعب المصري في أزماته هنلاقي فيه عربيات برضو خاصة بالأسواق أو خاصة بالقوات المسلحة بتوفر مش بس بقى سلع أساسية وستراتيجية لأكمان ده بتوفر أسماك حيانا إحنا عندنا بركة غاليون وعندنا غيرها من المزارع الأسماك الكتيرة جدا المشروعات القومية الكبيرة اللي فتحناها اللي كان في وقت من الأوقات بيسأل المشاهد هي فين السمك بتاع بركة غاليون لا موجود ومتاح أمام الكل وبيباع بأسعار أقل من الشوادر الخاصة بمحلات الأسماك ده بيخلينا نقول إن من بداية الأزمة العالمية والحد دلوقتي بنشوف جهود كبيرة للدولة في إن كل السلع تكون متوفرة للمواطنين وده تمتيدا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه الحكومة بالحفاظ على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية وكمان ده بنلاقيه بيهدف للحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة وهنا بقول الأمن الغذائي لأن أنا بأكد أن أصبح مسألة الأمن الغذائي وتوفره من الأمن القوم المصري تحديدا ويمكن شفنا ده وعهدنا ده من خلال مشروعات كبرى بيتم افتتاحها لتلبية احتياجات المواطنين بكل احتياجاتهم سواء كانت بالكميات والأسعار كمان اللي مناسبة ليهم وإتاحة منافذ حكومية وتمونية على مستوى الجمهورية ويمكن ده ما كانش هيتحقق أو هيتحقق بسان غير لما يكون عندنا أراضي زراعية في الوقت من الأوقات كان فيه مخالفات والرقعة الزراعية أو الدلتة القديمة كان بيتم يعني تحجمها بالبناء المخالف عليها يعني فيه قرار شجع من الدولة هي دي بقى بعد النظر يعني قبل هذه الأدمات كلها كان فيه نظرة استباقية شفنا عدد من القرارات الحاسمة لرضع المخالفين وإعادة هذه الأراضي مرة تانية شفنا توسيع البحيرات علشان قطر محصولها من الأسماك أو يخرها من الأسماك يطلع شفنا مشاريع كبيرة أنت تكلمتي عليها زي الدلتة الجديدة زي مستقبل مصر اللي بيعتبر ركيزة أساسية للدلتة الجديدة مليون ومثين ألف فدر فيه حالة من حالات عارفة مشروعات كانت كل في وقت من الأوقات هي هدف منها لكن الحقيقة أحمد أنه بكل المشروعات ما كانش هيتحق الاكتفاء الزيتي حتى أو إحساس المواطن بالاكتفاء الزيتي لو ما كانش فيه رقابة لأنه في النص بيبقى في بعض التجار اللي بيقوموا ببيع هذه السلع الاستراتيجية لكن للأسف في بعض التجار اللي بيستحوز على كميات كبيرة اللي بيطلعوا إشاعات أن الأسعار غلية الحاجات ذي كلها فهنا كان لازم يبقى فيه دور كبير قوي للرقابة اللي هي الضلعة أساسي في انضباط السوق واستقرار الأسعار عشان كده وزير التموين الدكتور علي المصلحي أكد على أنه بيتم شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق وده لمنع الممارسات الاحتكارية أو أي تلاعب بالأسعار على كل حال احنا النهاردة كنا حابين نقول أن كل اللي بيحصل ده تنفيذا طبعا توجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام الحمد لله في مصر من أول أزمة كورونا ما حصلت ما حسناش أنه فيه سلع نقصة من أول الأدوية لغاية الأكل كل حاجة كانت موجودة ومتوفرة الحمد لله ربنا يحفظنا ويحفظ مصر ونفضل كده على طول وده مش هيحصل غير لو كلنا بقينا فعلا إيد واحدة من أول مؤسسات الدولة لغاية الناس اللي بتقوم ببيع هذه السلع لغاية المواطن المصري عشان يقدر أنه يشعر في الآخر براحة وطمأنينة بوجود السلع وإحنا دورنا النهاردة أنه إحنا أكيد نلغي أي إشعاعات يمكن تكون موجودة وهي حاجة مهمة جدا في البيت المصري الغذاء ما فيش أهم من الأكل عندنا في أي بيت وفي أي دولة في العالم ما أهم حاجة توفير الخبز يعني زي ما بيقولوا فإحنا مبسوطين الحمد لله الحمد لله فيه توفر كبير في السلع مبسوطين بجهود كبيرة بتقوم بيها الوزارات المختلفة وركزنا النهاردة على وزارة التموين وفي الحقيقة إحنا بنتمنى حضراتكم صباح جبيل بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا بص ترجمة نانسي قنقر